موسم نجم البلدة جزء من الميرات الحضرمي يحتفل به الاهالي كتقليد سنوي منذ عقود طويلة يبشر بقرب انتهاء اشهر الصيف ودرجات الحرارة العالية التي لا يخفف من وطأتها سوى حلول نجم البلدة فعلى مدى 15 يوما تتحول شواطئ المكلة الى مهرجان كرنفالي وثقافي وسياحي وترفيهي والتي اضحت احدى السمات التي تميز هذه السواحل التي اعتاد السكان على الاغتسال فيها مع ساعات الصباح الاولى لما لها من فوائد صحية عديدة نحن هنا في ساحة المكلة في البلدة يقولون انها تنفع علاجات من زمان قديم قضعنا مئة الكيلوات حتى الجيلة هنا مع الوقت تحول موسم البلدة الى ثقافة شعبية تتزين ايام وليالي المكلة فيها بألوان التراث الحضرمي الأصيل كالرقصات الفلكلورية والألعاب الشعبية المهرجان يصاحبه عدد من الفعاليات والمعارض الخاصة بالصناعات الحرافية والتغليدية في لوحة جميلة تربط الأصالة بالمعاصرة المكلة عروس البحر العربي تبدو أكثر جمالا وروعة وسواحلها تكتظ بالزائرين من أبناء حضرموت والقادمين من خارجها الذين يحرصون على حضور فعاليات مهرجان البلدة ليتحول كذلك الى فرصة للترويج السياحي للمدينة طبعا موسم نجم البلدة السياحي طبعا لعام 2019 طبعا دابت عليها السلطة المحلية هنا في حضرموت على أن تقيم فعاليات متنوعة تجدب القطاع طبعا تجدب الزائرين لهذه المدينة الساءة الجميلة من مختلف المحافظات وإذن كذلك من خارج الوطن كل عام فهناك تستغل في مثل هقد الترويج السياحي لهذه المدينة العائلات تجد في أيام وليالي المهرجان فرصة للفسحة والنزهة والترويح عن النفس في ظل أجواء مفعمة بالبهجة السلطات الأمنية في حضرموت وضعت خطة انتشار لتأمين المدينة وشواطئها والمواطنين والزوار لمهرجان البلدة الذي يسهم في تحول مدينة المكلة وشواطئها إلى قبلة سياحية يقصدها الكثير من الزوار والسياح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر